السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تسمى الدرك ليلة القدري ووافق ليلة القدري التي العبادة فيها كالعبادة في او توازي او تضاعف عبادة 83 سنة خير من الف شهر وتنزل فيها الملائكة وينزل فيها جبريل عليه السلام تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر الروح قيل جبريل عليه السلام وقيل هو واحد نوع من الملائكة خاص ما ينزلوا الا في هذا النهار يعني ان الملائكة تسمع الدعاء يعني ان الدعاء مستجب لان الملائكة تؤمن على الدعاء يعني ان الانسان ما يكون في الطاعة هذا وجبت له مغفرة الله وجبت له الجنة فهي ليلة مباركة الى الانسان بغا فعل انه يتسمى الدركة ليلة القدر عليه ان يجتهد في هذه العشر الاواخر كلها وان الاوتار ما يعولش على الاوتار يقول انا غنشتغل فقط في ليلة 27 وليلة 25 وليلة 23 وليلة 21 لان هذو هما الاوتار والنبي سلم قال التمسوها في الاوتار لا اراها الاوتار باعتبار ما بقي لان الانسان قال سابعة تبقى تاسعة تبقى خامسة تبقى اذا الانسان عليه ان يشتغل في الايام كلها لان الاوتار ليلة القدر ممكن تكون حتى ليلة 22 وليلة 24 وليلة 26 ممكن تكون هادوهما الاوتار بالنسبة اذا كان الشهر تاما واذا كان الشهر ناقصا 29 يوما فالاوتار كمه هي معروفة الليلة 21 و23 وليلة 25 و27 نعم حباب الكرام واحدة مسألة مهمة وش ممكن الانسان يعرف ليلة القدر لانك نسمعوه على بعض الفقهاء وبعض ماشي بالطبع الفقهاء من كتلقى ناس ولكن كتلقى ناس يعني هما عندهم عندهم واحد سر مع الله تعالى كتلقى هما هما معاف تا واحد ما كيعرف شن بينهم وبين الله وحنا الان ما كتلت تا واحد ما كيعرف فين شن بينه وبين الله تعالى كي بل ان الانسان على يظهر على اثاره الصلاح يظهر على انه ولد الخير وانه تعبد الله ولكن حقيقة الامر بينه وبين الله تا واحد ما كيعرفه وكتلقى بعض الناس يظهر على اثرهم انهم مش يمدوا كل الناس اللي كيكونوا من العباد زهاد صوام القوام ولكن حتى واحد ما عرفش انه سر لبينه وبين الله تعالى لعل هذا الرجل عند الله تعالى يعني خير من ملء الارض من غيره واضح فلذلك كتلقى بعض الناس ان هاد الاولياء الصالحين لم يعرفينش كما قال علي بن ابي طالب ان الله خبأ ثلاثا في ثلاث قال وخبأ اولياءه في عباده تا واحد ما كيعرف اولياء الله في انكينه وخبأ مرضاته في عبادته ما كتعرفش انه العبدة اللي غدرها بها غدقى ارضات الله تعالى وخبأ معصيته وخبأ غضبه في معصيته ما كتعرفش شنه المعصية اللي ممكن تديرها يعني الانسان ينل بها الغضب دي الله تعالى فهد الاولياء كتسمعوا باللي كيعرفوا ليلة القدر وانهم الله تعالى اطلعهم على ليلة القدر واش ممكن لانسان يدرك ليلة القدر عائشة رضي الله عنها كتقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت ان علمت ليلة القدر ما اقول فيها ارأيت ان علمت ليلة القدر ما اقول فيها هذا فيه دليل لنسمع اقرها ففيه دليل على انه ممكن لانسان يعرف ليلة القدر يعرفها سواء أن الله تعالى يطلعه عليها هو هو تيجيه باللي عارف ليلة القدر وتيمشي لها قاصدها ديرك كمشي قاصدها تعارفها ديره ديرك وكاتلقى سبحان الله العظيم فيها كيجيه واحد الفيض إله عجيب الله تعالى تي تلقي ذلك العبد الله تعالى دير له معه معه معيد تلقي العبد في ذلك الليلة واحد ساعة ولا واحد ساعتين ولا كاد لقاهم من التواصل مع الله تعالى كين واحد تواصل رهيب كين التواصل مع الله تعالى من دون الله يلي الخريم ونعم ممكن الإنسان يطلعه الله تعالى على هذه الليلة ويمكن كذلك أن يستند الإنسان إلى ما ورد من أخبار ليعرف هات الآثار ديو الليلة القدر أنه وليلة القدر فيها شيء آثار معينة كالتعرف ما ترى النبي صلى الله عليه الصحيح قال بأن شمسها صبيحة ليلة القدر شمسها تطلع بيضاء لا شعاع لها يعني ممكن الإنسان يعني لما كتطلع الشمس إلا كان الشمس يعني ما كينش ضبابة الإنسان لما كتطلع الشمس كيشوف فيها لا شعاع لها يعني ما كتطلوش في عينيه هذيك تطلع اللونة نية كتبلك الشمس هي طلع ولكن لا شعاع لها يعني ممكن الإنسان حتى أنه يحقق فيها فهذيك الشمس كتبلك يعني ما كتقديش في عينيه كيف ما مولف وردت بعض الأحاديث أن هذه الشمس يعني يومئذين تطلع أو تكون حمراء مثل القمر البضر تكون الشمس حمراء ضعيفة وتكون تلك الليلة صافية بلجة بلجة أي مضيئة الليلة يكون مضوي مع أننا كنتكلموا على ليلة ستا وعشرين أو ليلة سبعة وعشرين أو ليلة تمانية وعشرين أو غيرها ما كينش القمر ما كينش غالبا هذي الوقت القمر تكون تحت واضح لأنه بيبدك تولد يعني في الثلطاش وفي الثلطاش وفي الثلطاش وفي الثلطاش وفي الثلطاش وفي الثلطاش را كيبلك القمار يعني الليل كله تقربا هو كي نفس ما أول شهر أول شهر كي يكون يعني القمار يعني في لول دياللي لتيكون وفي الثلط ليلي ما تيبنش القمار والوسط ديال الشهر تكون القمار تقربا لكله هو كين فوق فوق الرأس في السماء ولكن في الأواخر ديال الشهر غالبا القمار ما تيكونش تيكونش القمار ما تيبنش واضح إلا في وقت واجيز جدا فببعنى أنه نظور ديال الشمس اللي بيضرب في القمار وبينعكس على الارض ما كينش ما كينش لان القمر ما كيبنش لنا ان غادي يكون ضلام هذا هو الاصل القمر ما كينش والقمر جعله الله تعالى نورا بمعنى انه يعني الضو ديال هو يستمد نوره من من الشمس وكي عاود يعطينا واحد شو ديال ضلي انه في ايام البضر لايام البضر بالليل الانسان تيشوف وخد ضلم تبلي يعني تبلي الاشياء لانه القمر بضر كله مضوم شعي شوية كينش بيت الضوم تعالى القمر ولكن في العاشر الاواخير ما تيكونش القمر بمعنى غد يكون ضلام الحالك وفي هذه الليلة ليلة القدر يكون او تكون السماء بلجة صافية مضيئة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حر فيها ولا برد هذه الليلة لا حر فيها ولا برد يعني في الصيف غد تكون لا حر فيها ولا برد وكذلك في الشتاء غد تكون لا حر فيها ولا برد هادل او صافة جوللة القدر واكثر العلامات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انضباطا اكثر العلامات انضباطا لليلة القدر هو انها لا يرمى فيها بنجم لا يرمى فيها بنجم ما معنى لا يرمى فيها بنجم يعني احباب الكرام ان هذه الليلة ما تكونش هدوك الشهوب احنا كنعرف ان كل ليلة هناك الالاف من الشهوب يعني تضرب الارض الغلاف الجوي كنتم جيدك الشهوب كنتدخل الغلاف الجوي كيحرق هذا الغلاف الجوي كتبليناش على فيها العافية هذه الشهوب مكينش ليلة القدر لا يرمى فيها بنجم يقول سلخ الخلق صلى الله عليه وسلم بمعنى انه راه ممكن حتى في العلم الحديث الان انه يثبت صحة هذه الكلمة واش كينا شي ليلة هذا سؤال لعلماء الفلك واش كينا شي ليلة اللي في هذه العاصر الاواخر ما غدش نشوفه شي نجم كي يجي وكيدخل الغلاف الجوي هادك الليلة اكيد كينا كينا هادك الليلة اكيد وهادك الليلة هي ليلة القدر مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول ولا يرمى فيها بنجم لان هادي العلامات الجولة لا حرة فيها ولا برض ممكن لإنسان يعني هذه علامات اللي ممكن لإنسان يضبطها ممكن ما يضبطهاش واحد دي إنسان يقدر يقولي لا نحسد بشوية البرد والاخر يقولك لا أنا حسد بشوية الصات والاخر يقولك لا أنا مجتنيش بلي هاد الليلة هي بلجة مضيئة والاخر يقولك نعم ولكن الشمس ماشي حمراء او بيضاء فلا شعا علىها ممكن أنه يكون اختلاف بالنعلة هذه العلامات ولكن العلامة التي تفأد العقول ولا يمكن لأحد بعد ذلك أن يجادل عليها هي أن هذه الليلة لا يرمى فيها بنجم فاصل أحباب الكرام ثم بعده نواصل اشتركوا في القناة